أكد الرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن الاحتفال بالذكرى تعويم السفينة أفر جيفن هو رمز على قدرة المصرية في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن كما أشهد الفريق ربيع بالمساندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحولها بعون الله إلى انتصرات وإنجازات أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهد العالم أجمع ما بين مساند لجهودنا وبين متأمل في ما يمكن أن نسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي وبين متربس لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة كونات السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة ونحن نسترجع ما حدث على مدار ستة أيام لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال قناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر